النهاردة نادي الرجاء المغربي منذ دقائق يعني أعلن أنه تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لقراطة القدم فيفا والاتحاد الأفريقي لقراطة القدم الكاف بسبب الاعتراض على الأداء التحكيمي في مباراة الأهلي ببطول الدوري أبطال أفريقيا الرجاء معترض على عدد من الحالات التحكمية في هذه المواجهة مش بس على ضربة الجزاء المحتسبة للنادي الأهلي هو معترض على ضربة الجزاء المحتسبة للأهلي وهدف للأهلي أساني ومعترض على كثير من القرارات وهنشوف عادة يعني الاعتراضات دي ما بيكونش لها تأثير أو أمور فيها أكشن يعني أو قرار بس أنا أقول لك البنادي تبقى الهدف منها إيه؟ وده اللي أقلق عليه أو أقلق بسببه على النادي الأهلي إنه أضغط على الكاف أضغط على لجنة الحكام في الكاف نهاردة تم الإعلان عن طاقم تحكيم مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهاية دورة أبطال أفريقيا هيكون المباراة الحكم السنغالي مجات النضاي وهيبقى موجود على الفار حكم أيضا من الحكام اللي ممكن نقلق منهم شوية سايكوزي من الحكام اللي تقلق منهم شوية ماشي هو ده الهدف اضغط على التاقم التحكيم في مباراة العودة اضغط عشان كده بصراحة شديدة قلت مباراة حين الأهلي كان لازم يحسن مباراة الزهاب كان لازم يحسنها بنتيجة حاسمة عشان ما يبقاش فيه عقوسات في مباراة العودة مباراة العودة نهاردة رجاء أعلى عن سبعين ألف متفرجة هيبقوا موجودين في المدرجات ضغط جماهيري طبعا هيبقى كبير جدا بس يسيبك من ضغط الجماهيري الأهلي يقدر يلعب تحت ضغط جماهيري عنده خبرات تقدر تلعب تحت ضغط جماهيري بس الحتة بتاعت التحكيم دي بتقلقني شوية وأنا أعطاكي الهدف من بيان الرجاء النهاردة هو عارف أنه مش ياخد حاجة من الشكوى دي بس ممكن يضغط بيها ممكن يضغط بيها دي نقطة بس حبيت أقف عندها ماشي